في الحلقات السابقة تم شرح نسبة الكلور الصحيحة لتوضع بالمسبح وكذلك نسبة الدراي أسد وكذلك طريقة كنسل مسبح لإزالة الشوايب وإذن طريقة تنظيف فلتر المسبح أنصح أصحاب المسبح يشترون الكت هذا يباع عن شركات المسبح وليس بغالي يعني تقريب 130-150 ريال كامل مع عدة كطرات وطريقة لتحليل الموية يعني يوضح لك طريق التحليل يوضح لك التحليل البي أتش اللي هو الحموضة والتوتال كلورين اللي هو الكلور والتوتال برومين اللي آخره من التحليل تقوم تعبي من الجهة اليسار لحد الخط هذا فل واليمين لحد الخط هذا اليسار تضع خمس قطرات من العصفر وتسكر وتخض وبيطلع لك كم نسبة الكلور عندك ونفس الشي بالنسبة للجهة اليمين أنت تبي تحط لك خمس قطرات من الأحمر وقطرة من الأخضر وتسكر وترج ويطلع لك كم نسبة البي أتش عندك وتتعامل مع ذلك بإضافة الكلور أو الدراي أسد ومرفق معه تشارت كامل لجميع النسب وكذلك الملصق اللي في العلبة من جوه يوضح لك الطريقة تحليل الماء بشكل مفصل ختاما أنصح بتحليل ماء المسبح بشكل مستمر